اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين اللهم أعني ولا تعين علي وانصرني ولا تنصر علي وأهدني ويسيري الهدى لي بسم الله والحمد لله مرحبا بكم عزيزي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر مسلسلة تصحيح الامتحانات الوطنية لما أدت علوم حياة الأرض بالنسبة للمستوى دير تانيا باكالوريا علوم فيزيائي خيار فرنسي ولمسلك دولي تانيا باكالبسية، أوبسيون فرنسي والسكسون فرنسيز والبيوف كما قد ترون العنوان في الفيديو اليوم يحاول لي سأتصحيح الامتحان الوطني في سنة 2020 للا سيسيرين نورما الدورة العادية التي قم بسحنا الجزء الأول في البرميار بارتالي وهي البرميار بارتالي سيستير دائما المعارف ولكننا قلنا نعطينا جوجة الاختيارات سحنا الاختيار الأول ونصح الاختيار الثاني بالنسبة لي ما عجبوش انه يخدم الاختيار الأول يقدر يخدم الاختيار الثاني لذلك احنا اخدموه هذا الاختيار الثاني اليوم في هذا الفيديو واللي هو اتمرين خاص بالوحدة الأخيرة اللي هي البارتي ديال الفينومين الجيولوجيك اكسترن يعني الوحدة الخاصة بالجيولوجية اللي هي الوحدة الرابعة لذلك نبدأ على بركة الله سؤال الأول أعطونا ديفينيسي لدو نوصيان سويفان أتعرف لنا المصطلحين التاليين المصطلح الأول عطونا البدكش testosterone والمصطلح التالي عطونا la schistosit المصطلح الأول اللي هو البدكش وذلك نسميه كما كلاareق باللغة العربية ضاهرة التفو ضاهرة التفو هو كما كنا كنا بطبيعة الحال سeurs يعني السلسل الجابيل أكدو كنشفنا المثال bertبا يوجد لمثال السيسي مублиكنة Lara وعقيتو وبطبيعة الحال قولنا هذا التفو ما يكون لديه في الضائرة للطفو؟ الضائرة للطفو تكون مميزة بأنه يكون لديه الكروت أوسيانيك أو الليتوسفير أوسيانيك القشرة المحيطية أو الغلاف الصخري المحيطي ما يترى عليه؟ كي يتلع فوق من الغلاف الصخري القاري يكون لديه الكروت أوسيانيك شوفوش، كروت كونتيننتال ما ينظر الكمال القاري تطفو للطفو كما قلنا عنده الغلاف الصخري محيطي يتطفو فوق غلاف الصخري قاري كي يتلاع فوق منه شوفوش، ما فاوم؟ وعكس دائرة للطفو كنا شوفونا الضائرة للسبديكسين السبديكسيون، الإنساني يطفو اللي كي يباطلتها هو الغلاف الصخري المحيطي ما فاوم؟ العكس دائرة للطفو من بعد أعطونا المصطلح الثاني اللي هو الشيستوزيتي باللغة العربية الشيستية كننفل اللي هي كنسميها انستركتور ولا انتكستور ديل سيرتان غوش متاموفيك كاركتريزة بغن فيتاج سو لفيد للا برسيون هاد الاشيستوزيتي هي واحد البنية كننقوله إما هي استركتور ولا تكستور بنية خاصة بطبيعة حال بالصخور المتحولة ما كان حضرت عن الصخور صوهاري ما كان قوش لس تركتور دياله متقدر تكون شيستوز لا لا شيستوزيتي تكون غير عند الصخور المتحولة بطبيعة حال دونك هي بنية خاصة بعد الصخور المتحولة واللي كيكونو هاد الصخور المتحولة كتاخد على شكل كما كيباليكم على شكل وريقات كيبالوني يبحر شكل واحد لبتيت فايتاج دونك كيكون عندي واحد الفايتاج وهذا شكل ديال الورايقات وهذا البنية كتكون ناتجة لها الدغط كتكون ناتجة لها الدغط ما هي الدغط والحرارة الجوج الدغط والحرارة كيطوني واحد البنية واحدة أخرى اللي كنسمينها الفاولياتيون فهذا بالنسبة للسؤال الأول من بعد أعطونا بالنسبة للسؤال الثاني وعنى الدغط والمعطايا المعطايا المرقمين من 1 طال 4 عن اقتراح واحد الصحيح بما أنه ونتما عندك شديد جدول هذا بلاهما تكتب لنا الجملة كاملة تكتب لنا الرقم ديال المعطا وتكتب قدمه الحرف ديال الإجابة الصحية لنكوا باواحد تكتب قدمه أولى باواسي ويشتربح الوقت بلاهما تعمر الورقة ديالك تضيع الوقت في الكتاب فانب الاقتراح الأول المعطاة الأول المعجمع يتحدث هذه الصهارة التي تكون لديها في المناطق التمر الاقتراح اقتراح ضع الافتراتي ثم تنظيم الاقتراح النتج السيارة التي تكون لديها في المناطق التمر ينتج الى اعطان للصيخ المميح على سبيل نتيجة التي تكون لديها تكون الفوق هي اللي كاتحرر لي الماء ولا الاقتراح باي هذيك السهارة اللي كاتكون عندي في مناطق ديال التمر كاتكون تجعلها لفزيون پارسيال ديالا پيريدوتيت إدراتي سويت اين لبراسيون دو بار لابلاك بلانجان ولا هذيك السهارة كاتكون عندي بطبيعة الحال نتيجة على الانسهار هاد مرة الجزئي ديال الصخرة ديالا پيريدوتيت المميه نتيجة تحرير هاد مرة هذيك السافحة المنغارزة السافحة اللي كتدخل داخل هي اللي كتحرر ولا هي اللي كتطلق الماء وكين سهر ليا تمال پيريدوتيت ولا الاختيار سي يون فيزيون توتال ديالا پيريدوتيت إدراتي سويتاين لبراسيون دو بار لابلاك بلانجان كن عندي وحاد الانسهار ولا هذيك السهارة لكتكون عندي في مادقة ديال الثمر كتكون نتيجة الانسهار الكله دي صخرة الفريدوتيت طبعا الحال المميه نتيجة تحرير ديالجزئ User من طرف هذا السهارة من طرف اثناء الصفعات التي تنغارز والاقتراح ديال اخير هذيك السهارة كتكونه ت 所以ب تضغط على إنفزيون نتيجة 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 تحرير الصفاحة 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 التي تطلق لها الماء أuireي سيفڤيكتشن بششهادة للتمر سأقدم من أشياء الدواهب هذا بالبراكين بالت sinnوي تسميب أنفوركانزم بوركانيسية أنفوركانيون بوركاني المناطق بشكل مناد في السنوات فهذا السؤال هادا قالونا مني كجيني هاد الصهارة هاد البركان عندي اي مني كجي لي هادك الصهارة مني كجي الاصل ديالها الوريجين ديالها طبيعا الحال اول نخصنا الميزو كي ما كنعرفو احنا فليزون دي سيبديكسون كالميزو بلي عندي جوج ديال الصفحاتين هادا غلاف سخري محيطي كين تعميل غلاف سخري ديال المحيط هيا الليتوسفر اوسياني وهذا الليتوسفر اوسياني وهذاener تالي توسفر كنتينيونتال محدده طبعا ثانغيلنا الغلاف سخري ماشخنونغاه يكون فيه الكرفت كنتينيونتال القشره القارية بالنسبة الغلاف السخري القاري وهنا الكرفت اوسياني ل checking بالنسبة الغلاف السخري المحيطي في الطائرة يجب أن تكون لدي الغلاف الصخري المحيطي تحت من الغلاف أو أسفل من الغلاف الصخري القاري الغلاف الصخري المحيطي هذه الغلاف الصخري المحيطي أو هذه الصفيحة التي نغارزها هنا نسميها صفيحة منغريزة نسميها صفيحة راكبة يعني تركب فوق منها بلاك شفوشانت نظر هذه اللي يوجد الفوق هي الصفيحة الراكبة بلاك شفوشانت وفي الطائرة في الليزان في الزند سبديكسيون وهذه اللي نغارزها هي الغلاف الصخري المحيطي نسميها بلاك بلنجانت هذا هل أخذ فاش كتنغيرزها لها الصفحة المحيطية او الغلاف الصخري المحيطي كنغرزها هنا لتحت طبيع المال يترجم الى عدد سخور ماهي يترجم الى الاسخور يترجم الاسهم يترجم الى الارتفاع فهي الارتفاع الماء في منذ سخور المنغالي لذلك يترجم الى الارتفاع الماء وهذا المال الذي يخرج يجعلني أن الصخرة البريدوجية التي يوجد هناك يجعلها مميّة أو إدراتي أو فاز قبل ما والذي يجعلها أنها تنصهر وماذا يوقع لها؟ وماذا تنصهر؟ وماذا تنصهر؟ لا غير هذا الشيء الذي يقص المال هناك والذي يسميه الفيزيون بارسيال والذي هي الانصهار الجزئي يعني غير هذا الجزء الذي يقص المال وليه ينصهر وما الذي يقص المال لها يظهر فوق على الشكل الصهار لذا هذا الصهار الذين ي Freedom بهذه الطبية نتيجه من أجل فشفري او فزيون تائل فهو فزيون تائل وضع جرام في الأجل فشفر في الأجل فصفر في الأجل يوانسون البريدوجية الفول 알아 villagers أجل في الأجل في السخرة مسаров de السخرة الأجل في السخرة潤 . هذا هو التطور الان تحتاج التي تشترك اللعب على الحاء كماهلا تشجد تشد نفسها هذا هو التنسيار التي ينتج بطبيعتها النتيجة تحرير الماء ومع تحرير الماء ما تحدث استخدر م해� عني القرصة التي تحرير الماء وما تصل على الصفحة ومعارضة مستطر مدفعة لأكتبه للافعل قترح أطاقة لأن الحاجة سهلية يوجد البحث من البحث من البحث على تختير السياح وراء قطر قومون بابتع في المعطأ الثاني سهلا بالقترح الثاني الكاشيست والبعث سيأكترز بالكاتبيز والميكاشيست والبعث والبعث للموايزات التالية أولا قلونا عندهم المهم كمبوزيشون إن كمبوزيشون شيميك سمبلابل إن تكستور إن طاية دي كريستو ديفيران كيتم يزولي بوحد تركيب كيميائي المتماثل دونك سخارتي الميكاشيستو الجنيس عندهم نفس التركيب الكيميائي وين عند مختلاف في البنية وفي القد ديال المعادن وفي القد ديال البلاورات بي إن تكستور إن طاية دي كريستو سمبلابل إن كمبوزيشون شيميك ديفيران واحد البنية المتماثلة والمتشابهة بينما القد ديال البلاورات مختلف عندها تسخرة ديال الميكاشيستو الجنيس وكذلك عندهم اختلاف في التركيب الكيميائي والاقتراح السي إن تكستور إن طاية دي كريستو إن كمبوزيشون شيميك سمبلابل كيتشابوا لي في كل شي نفس التركيب الكيميائي نفس البنية wow winners لقد ديال المعادن وكتراح السي bung يوجد تركيب الكيميائي و التركيب المعدني و التركيب في البنية أولا هذه المتتارية للصخور ميكا شيست غنيس بشكل متأكد من الزمن ميكا شيست غنيس و النظار و النظار كنا بجيس في الزمن الصخور أولا بما أنهم نفس المناسبة للصمد نفس التركيب الكيميائي ودايق الناس ميلا أمبليوما سيصندي سيليكات دالومين يعني عندهم السيليكات والالوميوم فيهم بزاف في صغرات الشيس والميكالشيس والقنيس نقول حاجة عندهم نفس التركيب الكيميائي ميم كموزيشي شيميك بطبيعة الحال بينما بالنسبة للكموزيشي المينيغالوجيك فكينوحد اختلاف طبيعة الحال في التركيب المعدني وفي القدق البيلاورات وكذلك في التركيب فالبنية ديالهم تقريبا مختلفة لانهون ميكالشيس كينتجليها على الضغط بل انما كينتجلي على واحد الظروف ديال التحول اللي كتكون نسبيا متوسطة بينما السخرة ديال القنيس كنتجلي على واحد الظروف ديال التحول اللي كتكون كبير مفون هات الصخرتين هادو عندهم كما قلنا المينيغالوجيك 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 جلي لحظة المينيغالوجيك 34 المينيغالوجيك سينيمانيت في واحد سخنة متحولة كنعرفوا بلاي هذه السخرة اللي روق عليها تحول من نوع دي لانه كان في حرارة منخفضة وضغط مرتفع ولا العكس الاختيار بحرارة مرتفعة وضغط مرتفع ولا السي حرارة مرتفعة وضغط منخفض ولا ضغط حرارة منخفضة وضغط منخفض أولا بالنسبة للسليمانيت سيليمانيت كنعتبرنا بين الانديكاتور و الانديكس كما اسمناهم فطبيعة الحال ان الوجود ديالو طبيعة الحال كيتواجد ليه هو في المتتالية التحولي الأخيرة وهو من المعادن طبيعة الحال اللي كتمييز ليه اش ميزيه ضروف دي التحول اللي كتكون طبيعة الحال جد مرتفعة فشكن قول ضروف التحول لانقصد بها بطبيعة الحال لا تنبراتور ولا بخيسيون و أودітиUM ان اضعوا في صغر لك و اسي الفانيكس كنعتبر بخصية فشكن الجريد ليه شوض في صغر chains و حول شوض في الحاتكس كörper لوحول صغر لانقش يوجر لدخل و اسي الفانيكس تكون. عندك الدماء الاقتراح بي. اوه التمپراتور اي نوه تقوم برسيون. حرارة مرتفعة ودغط مرتفع. وبالنسبة الاقتراح الرابع. دان لشين دو منطاني لوفيوليت دان فراغمان دون لتسفار فسلسل الجبلية هدك لوفيوليت ويجز من غيلاف سخري من اينا غيلاف سخري سيلاح ويجز من غيلاف سخري الموحيطي أوسيانيك رسان ميتامorphيزي كنتنان لغانيت ويجز من غيلاف سخري الموحيطي حديد متحاويل كي تضمن لغانيت والقابرو ولا من الاقتراح الثاني لجزء من الليتوسفار أوسيانيك نون ميتامorphيزي كنتنان لغانيت ويجز كيكون ليا جزء من واحد غيلاف سخري موحيطي قديم غير متحاويل وفي لغانيت والقنايس ولا اقتراح السي أوسيانيك انسيان ميتامorphيزي كنتنان لبازالت ويجز بمعنى انه هد غيلاف سخري ونتيجتها ولا جزء من واحد غيلاف سخري موحيطي اللي قديم ومو تحاويل وكالقوفي البازالت والميتاقابرو والاقتراح الثاني والأخير الفراغمان دون ليتوسفار أوسيانيك غيسان نون ميتامorphيزي كنتنون للكلوجيت ويجز يعني هد الغيلاف سخري الموحيطي هو جزء من الغيلاف السخري الموحيطي حديث وغير متحول وفيه الليكلوجيت والشيست الأخضر الشيء الليكلوجيست والشيست الأخضر بطبيعة حال هنا فاش نقول أولا اللوفيوليت فبطبيعة حال هذا اللوفيوليت هذا هو جزء بطبيعة حال من الغيلاف السخري الموحيطي دي خسني نكون عارفة أوتوماتيكما فيما كنشوف اللوفيوليت كنقول بليرا الأصل دياله هو واحد الغيلاف السخري موحيطي ولين يبقى ليا الجوش ديال الحواج خسني نحدد من الحسابة الغيلاف السخري موحيطي واش هو غيلاف سخري موحيطي قديم ولا حديد واش انسيان ولا غيس طبيعة الحال فاش كان القالوفيوليت فهذا ينتج لي أولا على غيلاف السخري موحيطي ودائي يغرف فاش كان القالوفيوليت في واحد بلاصة را نقول بللي هاد البلاصة هذي راه شاهدة على واحد الاختفاء في الموحيط قديم والاختفاء في البحر قديم أول حاجة في مغيبالية غيلاف سخري موحيطي حديث نعتبر خاطع وقال يدبا انسيان وهو غيلاف سخري قديم بطبيعة الحال لوفيوليت هو واحد فراغمان دير واحد لتوسفير أوسياني لانسيان انسيان عنده في جوج دير اختيرات عنده في بي نعرف واش هاداك الغيلاف سخري موحيطي واش وقع لتحول لما وقع لتحول طبيعة الحال لوفيوليت هو طبيعة الحال هو جزء من الغيلاف سخري موحيطي اللي افكتف ما يكون ميتامورفيزي يعني وقع له التحول ماشي نون ميتامورفيزي يعني وقع له التحول دون الاقتراح الصحيح وقع يتعربت هل يتعرف مع تعرف المقابل يلوم في المجموعة جوش المجموعة يتعرف للمستلاح تتعرف ميتامورفيك يتعرف فاطسيس ميتامورثي سعنى إثقرة الأطلاع ومن هنا يتوارق مهداف المجموع حذف تاريف تاريف نتاكسس noget المحضر تاريف رقالة لمن Holl Banol كاريف رقالة م تاريف ومتحر تقبيب تاريف رقالة رقالة الويند والعامل دائدة كاريف رقالة الهائجة الأطلاع الأطلاع تاريف رقالة والهائجة تاريف رقالة التاليم عن رقالت ايشة دون مم روش مارسة والممتعاراتية نحن نبدأ أولا من التعريف كما نستطيع المصطلح التعريف الأول A. استراتيكتورة دون ممتعارات ممتعاراتي بممتعاراتي وممتعاراتي هذه هي وعبارة لبنية ديال الصخور المتحولة بنيا دير بعض الصخور المتحولة التي تتعاقب ديال الخطوط فاتحة وخطوط قاتمة دون باند كلاك ودين باند صامب دون بنيا بنية دير الصخور المتحولة نعرف بلي الصخور المتحولة فيهم جوج ديال بنيات يأيما البنيات التي تتعريفها بالتعريف وتتعريف بممتعاراتي بنيات حيث تتعريف 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 بنيات تمام تتعريف وكتبت تتعريف اللي معنى انه المعادن اللي كيكون لون ديره فاتح كتستف في خط واحد والمعادن اللي اللون ديره داكن كتستف في خط واحد من بعد اعطونا مصطلح تاني ولا تعريف تاني موفمان باي موفمان هوريزونطال دي دي كمبارتيمان دي لعفاي اللي هي واحد تحرك طريقة الحال دي الكتلتين دي الوحد الفالق كي كو ممكن تحركو لي في التجاه اوفوقي طبيعة الحال كنا شفنا بزاف دي الانواع دي الفالق تقريبا خمسة دي الانواع دي الفاي فديما كنقولو احنا اولا الفالق فهو طبيعة الحال كسر دي الصخور مع تحرك الكتلتين إلا كان عندي غير كسر فما كنسميش فالق بينما كنسمي فالق إلا كان عندي تحرك دي الكتلتين وحسب هاداك التحرك كيفاش كيتتحركوا لي اذوك الصخور واش بواحد طريقة اللي انكلينة ولا فاكتيكال ولا غيسونطال كان عندي اسمية لهادك الفالق وفاش كيتحركوا عندي اذوك الكتلتين دي الفالق يتحركوا لي بواحد طريقة اللي اوفوقي ولي فاحت التجاه اوفوقي فاك نسمي واحد لدكروشمن اللي هو الانقلاع دونك بي غربط همع اختيار تلاجع الاقتراح السي اسمبلاج دروش ميتامورفك دون لا دي ترميناسي يبازي سور لغ كمبوسيشن منرالوجيك قالونا فهذا اختيار السي هو تجمع دي البعض الصخور المتحولة حسب التركيب العيداني ولا التركيب المعدني لهذا الصخور فطبيعة الحال احنا قلنا الصخور متحولة كنجمعها في موسمة بفاسيس ليه السحنة وقلنا قلنا فهذا الصحنة شفنا بزاف دي انواع دي الصحنة كنجمعه داخل واحد المجال داخل واحد الصحنة جميع انواع دي الصخور اللي عندهم تقريبا نفس هاد التركيب المعدني نفس التركيب المعدني ولا العيداني نفس همام كمبوسيشن مينيرالوجيك وطبيعة الحال هو هذا الفاسيس فالاقتراح دي غوش متامورفك اسو دي مام غوش مارك ياتي سمي هاي ام برسيون اين تمبراتور كروسانة فبطبيعة الحال بقلنا اختيار واحد بالنسبة لهذا الاقتراح الرابع عفوا السخور متحولة اللي كتجيني من نفس الاصل ولا عنده نفس السخرة الاصل وبطبيعة الحال ذي كتتعرض لواحد ضروف دي درجة دي الحرارة والضغط اللي كيكونوا متزايدين يعني كروسان وكتعطيني سخرة متحولة سخرة متحولة هاديه المتتاريه التحوليه على سيكونس متامورفك نشوفنا بزاف دي الامتلاع مثال فليشن د كوليزيون ومثال فليشن د سوبديكشون سخرة دي الطين متانا فليزون د كوليزيون سخرة دي الطين كتحول لي الشيس الشيس لميكاشيس 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 الكنيس ينصي لسويت القنيس بتاعي تعالوا الافان دي المتتاريه التحوليه طه doing the sequence tom'oitte يعني صخورة متحولة عندها نفس الأصل و في ذلك نحصل على صذرة و صذرة70 فـ ؛ utop و قارutors مثلك مacağız إذا أعننا أن العملي و هي singing و في ذلك و محالية نتع cockpit م facile ليستRO sistemas tom'o IRS الثاني السؤال الأخير الرقم الرابع سيتي دوز انديس پيترغرافيك و دوز انديس جيوفيزيك كاركترزان لزان دي سيبوكشن هذه تعطينا جوجة المؤشرات بالنسبة للسخور التي يكون عندها في المناطق التمر و جوجة المؤشرات الجيوفيزيائية التي لديها علاقة بالجيولوجيا والفيزيك الجيوفيزيائية نبدأ أولا بالخصائص السخرية في المناطق التمر أول شيء قلنا في المناطق التمر السخرة السخرة المميزات 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 المناطق التمر الفلزان أولا نقول عندي المميزات و كذلك الجراندي Liz مميزات رقضة السخرة رخ السخرة السخرة المتحولة في هذه المناطق ديال الطمر بحال الشيست بلو بطبيعة الحال وليكلوجي الشيست بيرتا ورقناه وكذلك لهم مميزات ديال المناطق ديال الاستيضام هدو بنسبة المميزات السخرية بالنسبة المميزات الجيوفيزيائية بقدروا طبيعة الحال نعطيه أولا دوك الزلازيل لفويي سيسميك اللي كيكون عندي حسب هدوك البلاند بينيوف حسب المستوى ديال بينيوف حسب الانغيراز ديال هدوك الصفحة المحيطية كيكون عندي تما البؤر الزلزالية فان كي توزع ليا دوك البؤر الزلزالية يعني المصدر ديال الزلازيل كي توزع ليا في هذه المنطقة وكذلك عندي دوك اللي زانو مالي التغمي كدوك الخطوط ديال شدودات الحرارية بتبع الحال دوك الخطوط ديال تساوي درجة الحرارة كيكونوا مخرب قليا في هذه المنطقة نتيجة بتبع الحال الغيراز ديال الصفحة المحيطية اللي هي صفحة باردة الانغلاز ديالها الداخل بتالي كتأدي لانخفاض درجة ديالحرارة فاديك المنطقة لكي يوقع فيها الانغلاز وكما نكون سيدنا الفيديو ديالندي اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته